الأول خميني عليك أنت شخصياً فينك بقى دايماً لما بحس الدوري كده بيتلاعب ومفيش كابتل عباحب بس يومي بحس مكي حاجة غلط والله الحمد لله يمكن إحنا في أجازة يعني استراحة كده زي ما بسموها استراحة محارب بنلتقط الأنفاس وبنشوف وبنشوف الدنيا عاملة ازاي وبنشوف الفرق وبنشوف كل العناصر اللي تم التدعمات وتشوف الخريطة عاملة ازاي ونبدأ بعد كده بندرس بقى العروض اللي بيجينا الحمد لله يمكن الواحد بيبقى عنده عروض كتير جداً يمكن أنا الفترة اللي كنت فقى في سموحة جالي عروض كتير جداً بس لما كنت جددت مع سموحة فالأندية اللي طبعاً كانت محتاجاني في الوقت ده تمت تعاقد مع مدربين فإن شاء الله بإذن الله يكون الفترة اللي جاي يكون فيه نصيب بإذن الله ونبقى موجودين على الساحة دايماً يا رب أخر عروض كايت إيه؟ والله يمكن اتكلم معي ناس كتيرة جداً وزاز علي جداً عشان نادي أسوان ويمكن يمكن اختلفنا بعض الشيء على الماديات يعني على الماديات على الماديات اللي هي مش بتاعتي لأ على الماديات كتوتل للفريق لأن احنا همنا دايماً أنا همني رقم واحد أن مستحقات اللعيبة طوال السنة تبقى متوفرة ياخدوا مادياتهم في معادها المكافأت بتاعتهم والحوافز دايماً بتاعتهم تكون أول بأول لأن اللعيب لازم يكون معايا بتركيزه بنسبة 100% عشان أنت مش راح تشتغل أنا راح أنجح في أي مكان أنا بتكلم مش على أسوان بتكلم فيه المطلق يعني فأنا النجاح ده حاجة أساسية بالنسبة لي فلازم تكون العوامل اللي تنجحك تبقى موجودة على الأرض ودلوقتي بقت من أهم العوامل المادية بالتأكيد أنت تعرف حراكة دلوقتي عفلت لي حاجة أنا كنت حاطب فيها بتكلم فيها مع زمايلي لما كنا بنتكلم على أسوان بترموه إزاي أسوان مايفكرش في الكابتن يا حبيب باسيومي لا وناس محترمة جداً وناس جميلة وناس كتير أكلمتني وبتمنى لهم طبعاً التوفيق إن شاء الله بإذن الله ويمكن كابتن أيمن الرمادي كمان اللي جابوه مدرب من المدربين الرائعين اللي بتمنى له التوفيق لأن أسوان جزء غالى علينا كلنا وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يقدم المرضود الفني اللي الناس كلها مستنياه وإن شاء الله نشوف دايماً أسوان في المملكة